السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة ومختلفة تماما ان شاء الله بجدة هتجرى بيها وهتعجبك جدا جدا يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الوصف بتاعتنا هنعمل ايه اول حاجة طبعا معانا بتنجندين رومي جبتهم غسلتهم كويس جدا وبعد كده هبدأ بقى قطعهم زما انتو شايفين كده هقطعهم النهاردة على شكل شريح وبعد كده همسك الشريحة قطعها نصين ممكن تقطعها قلي من كده كمان لو شايف القطعة كبيرة ممكن تقطعيها قلي من كده ولو حب تقطعيها برضو مقعبات تمام يعني بالنسبة للتقطيع براحت خالص زما انت حب تقطع البتنجان بتاعيك هتقطعيه في الخطوة دي ما فيش اي مشكلة تمام كده تعالي بقى نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه بس الاول هروح جاية حطاهم في الطبق بالشكل ده كده بقى كده خلاص البتنجان بتاعنا كله جهز معنا لازم تخلاص البتنجان كله وتجهزيه كده معيك الخطوة التانية معانا طبق حطيت فيه نص مية من حنفية عادي خالص وروح تجاية حطى فيه معلقة كبيرة ملح وقلبتها دا وبتاها كده الاول وبعد كده هتجاي نزل بتنجان زي ما انت شايفة كده وانزله في المية كده وهسيبه بقى على جنب بقى وتعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده يعني تخلاص خطوة خطوة يعني فيش وقت بينهم بين كل خطوة خطوة فيش وقت على طول كله ورا بعضه تمام هسيبه والخطوة التانية زي ما انت شايفة كده هجيب بقى كوباية دقيق ورا هجيه حطاه في الطبق وبعد كده كمان هجيب معلقتين نشف المعلقة الكبيرة اه تمام بس طبعا مش مالية المعلقة الكبيرة قوي يعني كتن اي ممسوحة تمام وبعد كده هبدأ بقى حط البهارات بتاعتي اي بهارات انت حاب تحطيها حطيها مفيش مشكلة برضه في نقطة البهارات انا بقى كان عندي ملح وفلفل اسود بس في حطيتهم انت بقى عندي الكمون بصل بودر تم بودر اي حاجة حطيها وكمان معنا معلقة صغيرة بكين بودر واقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه تمام زي الفل هنا بقى هجيب طبق تاني واروح جايه حطى فيه كوبايتين مية عاديين خاص من حنفية كوبايتين اتنين بس واسيبهم برضه على جنب هنا برجعنا بقى البتنجان بتاعنا تاني هبدأ بقى شيل البتنجان من المية كده زي ما انت شايفها واصف فيه وابدأ حطه كده في الدي اي والنشا والبكين بودر والبهارات والحاجات اللي احنا حطناها على بعضها دي وعجيه معفرة كده البتنجان فيها مش تعفيرة عادي بحاجة ايه رش عليها كده زي ما انت شايفها كده اهو تمام وحاجة منفضها كويس من الدي اي وحطها في الطبقة هنعمل طبقة الكمية بتاعتنا كلها بنفس الشكل كده خلص خطوة خطوة كده فانا خلص الاول بتنجان بتاعي كله هبدأ كده عفاره كاكله تمام وزي الفل اهو زي ما انت شايفها خلص بقى كمية بتاعتك كلها مرة واحدة كده وتعلي بقى روح على البتوغاس جبت الطاصة حطيت فيها نص كباية الزيت نص كباية الزيت دي اللي انا هنهارده هعمل بيها البتنجان وهيفضل معي نص كباية الزيت زي ما هي ولا هتقلي ولا هتغلي ولا هتغلي ولا هتغلي ولا اي حاجة خالص زي ما هي كده انت شايفها اهو خدت البتنجانية طبعا بعد الزيت مسيخن معي هديت النار خالص اشان اعرف احط البتنجان اوعي النار تكون عالية تمام بعد كده خدت البتنجانية حطيتها في المية وبعد كده اغطسها بس كاف المية واروح جاي حطوها في الزيت اغطسها في المية وطلح احطها في الزيت بس كده وتفرجي بقى على البتنجان ولا شارب زيت ولا ما شاء الله الزيت حصل له اي حاجة ولا لونه غمق معي ولا كمان الكمية اللي انا حطيتها قلت ولا اي حاجة خالص وبسم الله ما شاء الله كان طعمه طحفة شاء الله بجد طريقة طحفة وجميلة جدا للناس كمان اللي هي بتحبش تستخدم الزيت كتير في الاكل والكلام ده كله فبجد الطريقة دي سهلة وبسطة جدا جدا هتجربيها والله العظيم هتعجبك جدا جدا يا جماعة وهتشوف كمان مطلعه من الزيت ولا شارب زيت ولا شارب اي حاجة خالص النشا والدقي والحاجات اللي احنا حطناها بطلنا بها البتنجانية مخلياها ما شاء الله ولا شربت معانا زيت ولا شربت اي حاجة خالص اهو نفس الخاطة برضه اوط العين كده وارح جاي مغطسة في المية وطلع احط الايه في الزيت طبعا الزيت هنا كان سخن معي شوية سبته يعني شوية كده على النار وكدت باشيل بتنجان وكي فسبته شوية ونسيت كمان اهد النار او محطيته فانا هدته واسيوه شوية لغاية ما يحمر ريكده معي وبعد كده وحاجة قلبة على الوش التاني اغض الوش التاني هروح جاي شايلة بس كده يا جماعة يا رب الطريقة بتاعتي يكون عجبتكم سهلة وبسيطة وتغيير بقى من الطريقة بتاعتنا الاديمة اللي بنعملها دايما بص الزيت زي ما انت شايفان ضيف جدا ومفوش اي حاجة والكمية بتاعتنا والله العظيم انا ما حطيت زيت تاني ولا اي حاجة خالص هي نفس الكمية عملتي منها البتنجان كله بالشكل الجامل ده تمام هخلص بقى الكمية بتاعت كلها بنفس الشكل كده وبعد كده بقى ايه نرجع مع بعض ونشوف البتنجان بتاعنا شكله هعمل ازاي حاجة كده ولا اروع من كده بص البتنجان بسم الله ما شاء الله طحفة طحفة وطعم ولزيز جدا ومتغلف كده يعني حاجة كده ولا اروع من كده وسهل وبسيط وزي ما قلتلك ما بيشوفش زيت خالص يا رب الطريقة بتاعتي يكون عجبتكم سهلة وبسيطة وجميلة جدا وما تنسونيش باللاك على الفيديو وما تنسونيش تدعموني على قناتي على اليوتيوب ما بخمس السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة